وناخد اول اتصال على الهاتف معنا مين ابو محمود من الشرقية برحب بك ابو محمود كل عام انتو بخير يا شيخ وربنا يبارك فيك وجميعا كده ويرجع الحجل اصحابه وينصر كل المظلمين يا رب اللهم امين يا رب وحدثك بخير اتفضل يا ابو محمود في سؤال الشيخ عصام بس يعني الشخص لو بتلت ساقه لأي السبب من الاسباب ان كان فوق الرقبة وان كان ما فوق الرقبة انا قرأت في كتاب قبل كده ان تغسل وتكفن وتصلى عليه وتدفن في المقابل مثلها مثل اي حاجة وذا صبر صاحبها فهي تسبقه الى الجنة ما صاحة هذا القول ولان فعلنا كده مع واحد قريبي يعني حضرتك بتتكلم عن الساق بس ولا ممكن نتكلم نعم من السؤال شو هو نقول اذا بطر عضو من جسم الانسان هل يغسل ويكفن ويدفن في القبر ولا لا هو اللي يصلى عليه وقال سؤال اه ويصلى عليه لكن دي بتلت ساقه للشمال او اليمنى هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين حاضر باشكرك يا ابو محمود شكرا جزيلا على اتصال طيب هو ابو محمود بيسأل عن الشخص اللي بترت ساقه بيقول بقى فوق الرجبة او تحت الرجبة ولكن في الاخير حدفة بت هل تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن في القبر اذا بتر عضو من الانسان زراع رجل ايا ما مكان من الاعضاء التي تقبل الغسل انما واحد تشالك لوكيليا دا مش هتتغسل وتتكفن صعب انما طبعا في النهاية كل ما يستأصل من الانسان المسلم لا يرمى في القادرات ولا في القمامة انما يدفن يدفن لبس اتفاق الاولى على ايه حتى الاضافة حتى الشعر ما يترميش في زبالة الاصل هو يدفن يعني تمام لان دا تكريم للانسان وقد كرمنا بني ادم قال تعالى وقد كرمنا بني ادم نعم فالانسان مكرم حيا وميتا نعم ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان سيدنا ابو هريرة ففي الطريق المدينة فيعني ذهب الى بيتي وعاد قال انني كنت يعني نجس فتوقعنا ان المسلم لا ينجس المسلم مكرم والانسان بواجه عام مكرم فاي شيء من اعضاء الانسان لا ترمى ولا تلقى في الزبالة او القمامة تمام طيب بوتر عضو مما يقبل الغسل زي الدراع زي الرجل يغسل ويكفل ويدفن ولا يصلى عليه تمام لازم يتفرى بين دي يغسل يغسل ويكفن ويدفن ولكن لا يصلى عليه الصلاة تكون على جسد او على غائب تمام الا لو واحد غرق في البحر كانوا سمك القرش ما بقى لنناش منه غير ايه رجل بس مات ايه انما جزء منك مقطوع وانت حي لا يصلى عليه الصلاة لتكون الا على جسد جسد انسان تمام او بقايا جسد انسان مش باقي ان غيره بس مات شرط ان يكون في ايه شرط في الصلاة على الميت الوفاة ايوا فالرجل دي صاحبها حي او ميت اي رجل تمام عايش ميت صلاة зачلي او صلاه Yellow على واحد مات بس عندنا يقين المات اي اذا حاطفان مات ماin تصلاص عليه في JAMES أم مات واي يتصلى علي في مكانيمه او حابيرا ال� мной اصلي في خلاف في مسألة الصلاة الغائب يعاني StyVER عليه امتى ولا لا اصلاح عليه عند blog علي مكانيمو الieważانت صلاب علي مكاني الصلاعمالام مكيف somethinت فعلي با من خلاف كبير مش عايز افتحه فيه لكن منتكلم على المبدأ العام يعلي بقضية هنا العضو إذا بوتت من إنسان لا يصلى عليه مدام صاحبه حيا إلا لو ده اللي باقي منه ده حقا تانية باقي منه ده بيديهم نصلى عليه صلاة ما بيديه الصلاة غير بيديه الصلاة على اللي باقي من جسدي تمام جزاكم الله خيرا واحد اتفجر أيها طبعا ما بقاش منه الا دراع الا رجل تناصرت أشلاء ولم يتبقى منه أشلاء أشلاء باقي بنعمل بنجم معها وبنكتهد فيها ونصلى عليها وتضفن في مقابر المسلمين جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح والصرح الوافي